أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباك ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بعياتنا فأخذهم الله بغنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومئس المهاب قد كان لكم آية في فئتين التقاتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم غير العين قل الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأرصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر النوع الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن اعتيا ثم لنحن عالم بالذين المولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذعوا الظالمين فيها هادفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا وعي الفريقين خير مقاما هم هو أحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاثا وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا راه ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعك جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مجا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ووددا أطلع الغيبا ماتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب متا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى مما أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم ما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجربين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا نبدا فكان السماوات يتغطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض لا آت الرحمن عهدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم مات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مكزا أعود بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا من التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وآبنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا مبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولا يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبيا مبين ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو ناجلوا مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسفر الشمس والقبر ليقول الله فأنا يبطكون الله يبصط الرزق لبن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما أبي الحياة الدنيا إلا له ولعبه إن مبدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين مودين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهتينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أن يقولون افتروا بل والحق من ربك لتنبر قوما ما آتاهم من مذير من قبلك ما آتاهم من الذين من قبلك لعجلا يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض ما يكن دوني من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدذر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من المنطيه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي واجعل لكم السماء والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إن ما لكي خلق جديد بل هم للقاء رب كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يقتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأم جهنم ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم وضاجع يدعون ربهم خوفا وطغعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي له من ضروة أعمل أجزاء بما كانوا يعبدون أفمن كانوا منك من كان فاسقا لا يستعون لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلو جنات المأوال سلم بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يفردوا منها أعيدوا فيها أما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يفردوا منها أعيدوا فيها أقيل لنذوقوا عذاب النار التي كنتم بي تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأزنادون العذاب الأكبر لعلاهم يرجعون ولن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم عرض عنها إنا من البجرين منتقون ولقد أتينا عموسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه واجعلنا هودا لبنيه إسرائيل واجعلنا منهم عملة يهدون بأملنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما هلكنا من قبل من القرون من القرون يمشون في مساكن إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون فعالب عنهم وتبر إنهم ترجمة نانسي قنقر